أهلاً بكم قيوف الكراء بهياً يحضر العالم الجمهوري منافساً هيبة السماء وفارضاً سطوته عليها هنا تقول الصورة عن المجدى لثورة والجمهورية وفي الأرض يتأهب هؤلاء بنفيرهم العسكري لمواجهة من ينقلب على النظام الجمهوري أما الشعب اليمني بمختلف مناطقه وفئاته فاحتفاله بالسادس والعشرين من ستنبار ما يزال مستمراً كانوا لا يتذكرون اسماً للوطن حين فقدوا ذاكرة معنى السادس والعشرين من ستنبار لكن حين أصابت القذاء في منازلهم وبدأت الملكية مجدداً من الاقتراب شيئاً فشيئاً منهم قرروا عيش تفاصيل ستنبار مطولاً دون نهاية وازداد معه الإصرار على استعادة مجد هذا اليوم لاستعادة الجمهورية في تعز وشبوى ومأرب وغيرها الكثير من المحافظات كان الاحتفال مغيراً هذا العام فحين أقدت شعلة السادس والعشرون من ستنبار عرف الجميع معنى أن يشعل الضوء في هذا اليوم ليبدد ظلام عقود مضت في عهد ملكية أزيلت بدماء الآباء والأجداد تحاول العودة من جديد يحتفل اليمنيون كما في هذه المشاهد بعالم جمهوري ليقولون إن السماء لهم والأرض لهم والتحيا بذلك الجمهورية اليمنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر